بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مع بشرة أمن حصة اليوم إن شاء الله في مادة الرياضيات إذن نفتح الكتاب صفحة رقم 41 عنوان الدرس وهو التعرف على استقامية أشياء إذن في هذا الدرس نتعرف على استقامية ما معنى الاستقامية ما معنى الأشياء تكون في استقامة واحدة إذن هذا الدرس سهل جدا وفي نفس الوقت مهم لأنه أغلب المعلمين السنة الثانية ابتدائي يديروا تمرين حول هذا الدرس يعني انفهم في هوليدي مليح في البيت أو في القسم هكذا على الأقل التلميذ يضمن نقطة أو نقطتين إذن لدينا هنا الوضعية أكتشفوا تستعمل مريم وإيمان الحبلة المشدودة لتجد المزهريات التي توجد في استقامية ما معنى هذا الحديث لدينا مريم وإيمان هذه مريم أو إيمان وهذه مريم إذن لدينا مجموعة من المزهريات هنا يقول تستعمل الحبلة المشدودة مجموعة من المزهريات تريد مريم وإيمان أن تعرف ما هي المزهريات التي توجد في استقامة واحدة ما معنى ذلك أحضروا الحبل قامت مريم بشد طرف الحبل من جهة اليمنى وإيمان من جهة الأخرى شدوا الحبل يعني يكون الحبل مشدود هكذا رح يعرفوا المزهريات التي هي في استقامية متى إذا كان جميع المزهريات تلامس حافة الحبل؟ لاحظوا معي هنا هذا هو الحبل قاموا بشد الحبل هنا وجدوا المزهرية الأولى الثانية الثالثة الأربع الرابع هذو الأربع مزهريات وهم في استقامة واحدة يقدر معلم طبعا يبدل هذه الوضعية في القسم وله الحرية في اختيار أي وضعية أخرى المهم تكون سهلة وتوالم مستوى التلاميذ ثانيا يقول لدينا هنا رائد ماذا يستعمل رائد ليجد القريصات التي هي في استقامية مريم إيمان استعملوا الحبل رائد ماذا ماذا يستعمل؟ هنا نلاحظ ماذا؟ نلاحظ مصطرة نعم هنا لدينا مصطرة إذن يستعمل رائد المصطرة نكتب هنا المصطرة ها هي المصطرة كيف سيتعرف على القريصات التي هي في استقامية لدينا مجموعة من القريصات هكذا لاحظوا معي هكذا لمعرفة القريصات التي هي في استقامية يحظر رائد المصطرة إذا لامست ثلاث قريصات أو أربع قريصات حافة المصطرة نقول أن هذه ثلاث قريصات في استقامية أو هذه ثلاث قريصات في استقامية إذن نحظر المصطرة هكذا إذن هنا القريصات واحد اتنى ثلاث لامست حافة المصطرة إذن القريصات في استقامية هذه القريصات الثلاثة الأولى الثانية الثالثة هل هي في استقامية بمجرد أن نشوفها هكذا أقول ليست في استقامية نحب نتأكد هكذا نحب نتأكد لدينا القريصة الأولى والثانية مع بعض في خط واحد القريصة الثالثة لا لم تلامس حافة المصطرة إذن أقول أن هذه ثلاث قريصات ليست في استقامية دائما نستعمل المصطرة أو الحبل المشدود في هذا التلاميذ إن شاء الله في الامتحان يستعملوا المصطرة إذن هنا الوضعية الثالثة لون الشموع التي توجد في استقامية مع الشمعة الصفراء أين هي الشمعة الصفراء ها هي الشمعة الصفراء يعني لازم لاحظوا معي هكذا هذه هي الشمعة الصفراء لازم نجد مجموعة من الشموع تلامس كلها حافة المصطرة عندما تكون المصطرة هكذا إذن أضع المصطرة وأضعها تلامس حافة الشمعة الأولى وهي صفراء إذن ألاحظ هنا الشموع التي تلامس حافة المصطرة أقوم بتلوينها مباشرة هكذا إذا وضعت هكذا لا هنا لا بالنسبة للاستقامية تكون على الأقل ثلاث شمعات أو أربع هكذا إذن هكذا هنجد إذن فقط لكن هكذا أربع شمعات هاته الشمعات في استقامية لأنها كلها تلامس حافة المصطرة الجزء الثاني أنجز لدينا أربع قنينات في استقامية يقول يوجد أربع قارورات أو قنينات في استقامية جدها ولونها أين هي أربع قنينات وليس ثلاثة أو اثنان أو واحد نلاحظ هنا مباشرة التي هي في خط واحد أو في مستقيم واحد أين هي هذه المصطرة أضع هكذا المصطرة إذن هنا تلامس حافة المصطرة واحد اثنان ثلاثة أربعة نعم أقوم بتلوين هذه القنينات التي هي في استقامية أو في خط واحد هنا لدي اثنان فقط لدي اثنان إذن لا هنا إذن هذه القنينات ثانيا لعبة أربع قريصات في استقامية تربح تربح إذن هنا نذكر هذه اللعبة كنا نلعب فيها في وقت الاستراحة في القسم مثلا لدينا هكذا كرس ما معنى هذا الحديث يبدأ التلميذ الأول مثلا أنا وصديقتي كنا ندروا هكذا نقطة هنا صديقتي تضع نقطة هنا هكذا إذن أنا أريد أضع أربع قريصات أو أربع نقاط في صف واحد أضع هكذا صديقتي هكذا وأكمل أنا أضع هنا واحدة هكذا طبعا هذه النقطة هذه اللعبة تزيد التركيز لدى التلاميذ هكذا تخلي التلميذ يركز هكذا هكذا صديقتي تلعب أيضا أنا أكمل هكذا هذه أيضا في استقامية هذه النقاط وأقوم برسم خط هكذا خط مستقيم صديقتي أيضا تريد أن تلعب أضع لها نقطة هنا هل هي هكذا تستطيع إذا وضعت هنا نقطة هنا خطأ يجب أن تقوم بالتوصيل بين أربع نقاط هنا وما يكون في الوسط نقطة للمنافس الثاني هكذا ثلاث نقاط في استقامية لكن هنا وجدت النقطة الخاصة بأنا إذن هنا لا تسجل لها نقطة نواصل هكذا اللعب إذن تكون هكذا على استقامية أو هكذا بهذا الشيء نقدر نستغل نقدر نستغل لهذه اللعبة ونرسم مخطط على الأرضية أو مجموعة من المربعات ليكون تنافس بين التلاميذ الفريق الأول الفريق الثاني وهكذا يجب أن يكون أربع تلاميذ في صف واحد أولاد أو بنات أربع بنات وهكذا إذن هنا يقول أرسم قر ريسته في كل حالة لكي يربح الآن دور اللاعب الأخضر أين هي نقاط اللاعب الأخضر هاي إذن يجب أن تكون أربع نقاط في استقامية واحدة نبحث عن ثلاث نقاط في استقامية واحد اثنان ثلاث إذن أقوم برسم النقطة الرابعة هنا إذن هذه في استقامية هنا لدينا أضع أرسم النقطة الخضراء هنا هكذا تصبح في استقامية نعم النقطة الأخيرة أرسمها في الخانة في هذه الخانة تصبح هكذا إذن ماذا تعلمنا من هذا الدرس تعلمنا أن تكون الأشياء في استقامية إذا لامست حافة مسترة أو حبل أو خيط مشدودين بشرط يكون الحبل أو الخيط مشدود وكانت في نفس الجهة منه إذن هكذا هكذا في نفس الجهة البنت الأولى هنا مثلا البنت الثانية قمنا بشد الحبل يلامس الحبل حافة القنينات أو هنا النقاط لدينا هنا النقاط هذه نقاط في استقامية هذه نقاط في استقامية هنا مطلوب مني مثلا أربع نقاط هنا قمت بوضع نقطة إذن هذه نقاط ليست في استقامية بالنسبة لهذه اللعبة يخسر اللعب إذن إذا كان طبعا هذه النقطة ما كان لا توجد أقول أنه هذه النقاط الأربعة في استقامية إذن هذا كان درس اليوم وهو في التلاميذ السنة الثانية ابتدائي درس ممتع يقدر التلاميذ أو المعلم في القسم يبدل كوضعية يستغني كامل على الكتاب اللعبة ألعب وأتعلم يفهم التلميذ الدرس مليح قبل ما يستعمل الكتاب إذن إلى هنا أنتهي دمتم سالمين وفي رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته